قصة عام 1403 هذه اللي قلت مع المعلق الإماراتي أو الوفد الإماراتي زميل عدنان حمد كان معلق وكنت أنا معجب الوفد الإعلامي هذا كلفت من قبل مدير العلاقات العامة ذلك الزمن أن أرافق هذا الوفد الإعلامي اللي هو في تلفزيون الإمارات فوجدت عدنان جالس كذا فبالصدفة كذا جلست جمبو كان كاس آسيا أتذكر كان كنت معهم ورحنا نعمل لقاء مع الشيخ حمدان بن زايد اللي كان وزير الخارجية وهلان فكان هو رئيس اجتحاد كرة القدم فالمنظر أنا داخل طبعا فعدنان عشان يعرفني على الناس اللي معاه أو كذا قال ابراهيم الجابر معلق رياضي ما قال مرافق من وزارة الإعلام قال ترى حكوم معلق رياضي فكان ابو حمد بالنسبة لي صنع فيني تلك الفكرة أنه والله وبعدين طلعت أبو أحمد كيف أنا أصير معلق رياضي قال ابو تصير معلق رياضي اجتهد وصدقني حتى تطلع تعال جنبي بس فجلست جنبها أسمع واش قاعد يقول من تلك الفترة إليه ما تقدمت كان الهاجس أنه يعني مسألة بسيطة لكن خلي أنتظر الفرصة الفرصة هذه جثني في مباراة الرشيد العراقي والاتحاد السعودي في البطولة العربية كنت أغطي لجريت الجزيرة وكان مقاعد في باب يخرج على مقاعد الإعلاميين من داخل الكبائن التعليق وأنا ما ركذا إلا يقول لي السيد خالد الحسين الله يذكره بالخير سوى تجربة تجربة أيش تجربة التعليق طبعا ذلك الوقت أنا عارف الجزيرة عارف الأسماء وعارف اللاعبين فعملت تجربة تجربة كاملة خرجت من التجربة قلت له ها خالد قال والله شف وسبق أنه تكلمت أنا كنت أتكلم مع الأستاذ منصور الخضيري مع الدكتور صالح بن ناصر الله يذكره في الخير أنه يعني التعليق الرياضي جميل وكذا فقال لي خلاص في ذلك الزمن رحنا معرض إكسبو في كندا مع العمل عندي فتفاجأت إلى اتصال يقول لي مبروك إبراهيم أعتمدكم الأمير فيصل الأمير فيصل بن فهد أنت وناصر الأحمد مش اعتمدنا قال معلقين طبعا كانت يعني ما كان سريع مفاجأ مفاجأ أهلنا فكانت أيام جميلة الحقيقة كان في اعتراض عليكم والله سمعنا من بعض الأسماء الكبيرة يعني من بعض المعلقين لا مش من الأسماء الكبيرة من المستشارين أو من بعض المعلقين أنه يعني هذولي لسه صغار 23 سنة 22 سنة كيف تحطهم فالأمير فيصل الله يرحمه كان له نظرة قال هذولي يكبرون وهذولي حيكون لهم نجوم فبالفعل يعني طلقنا انطلاقه كانت أمام عمالقة لا يمكن أن يعني في ذلك الزمن أن تقول والله أنا مثلا في علي داود زاهد قدسي محمد رمضان سليمال عيسى رحمة الله عليه في هالأكرم صالح في في الخليج خاد الحربان يوسف سيف أسماء كبيرة يعني وأسماء كانت من نسبة لنا إحنا أنه مبتدئين في فترة زمنية الحقيقة بفضل الله ثم بفضل الاجتهاد بفضل دعم المسؤولين يعني كان الأمير فيصل رحمة الله عليه دعم أيضا لا أنسى يعني الدكتور صالح بن ناصر كان له يعني نظرة ثاقبة جدا في المعلقين ورغم أنه الله يذكره بالخير كان شوي يعني رجل تربوي تعليمي بين القسوة وبين التعليم يعني يقصو عليك أحيانا لا أنت غلط أنت سويت كذا لازم تشوف حاله يعني تشوف كذا تشوف كذا ورغم كذا هو يدعمك وإنت ما تحس أنه هذا الرجل قاعد يصنعك للمشتقبل مواقف كثيرة وعديدة جميل كان في قيود يعني